لم يكن وقع الخبر بسيطاً أو عابراً كان زلزالاً عميقاً هز أركان المنطقة برمتها نحن نتحدث عن قائد بحجم السيد حسن نصر الله لبنان عبرت لبنان كدولة عبرت عن أسفها واستنكارها لعملية الإغتيال اللي نفذتها إسرائيل سواء على الصعيد الرسمي كدولة لبنان أو على الصعيد الحزبي اللي عبرت عنه أغلب القوى السياسية في داخل لبنان واعتبروا هذا العمل عمل جبان ومستنكر إيران واليمن والسلطة الفلسطينية وحماس أيضاً التحقت بلبنان بعد ساعة تقريباً وأعلنوا عن استنكار وشجب وأعلنوا عن حداد وطني إضافة إلى إيران التي أعلنت عن حداد وطني ونكس الأعلام لمدة خمسة أيام ثلاث مفارقات في حملة البيانات التي أعقبت الحادث أو على الأقل أعقبت إعلان حزب الله اغتيال أو استشهاد قائدة وأمينة العام السيد حسن نصر الله هذه المفارقات لابد من الوقوف عندها واحدة تلو الأخرى سوريا تأخرت تقريباً الموقف السوري الرسمي تأخر تقريباً نحو 24 ساعة قبل أن تصدر بيان استنكار وشجب وكان البيان على استحياء يعبر عن أسفه ويتضامن مع الشعب اللبناني ويشاركه أحزانه سوريا التي شغلت نصر الله لأعوام طوال وكلفته ذخيرة من الرجال والعلاقات السياسية والتوازنات الهائلة في المنطقة تتردد عن إصدار بيان يدين مقتله أو استشهاده وهذه المفارقة بالحقيقة سوف تبقى تذكر على الرغم من أنها سارعت أو أنهت هذا التردد بعد مرور مثل ما ذكرنا 24 ساعة العراق أصدر بيانات استنكار من قبل كل فوائل السياسية تقريباً مجلس النواب الذي كان منعقداً أخذ فاصلاً من الصدمة وبعض البكاء أثناء إذاعة الخبر وأعلن أيضاً أو أعلن أيضاً على الصعيد الرسمي عن حداد وتنكيس للإعلام لثلاثة أيام المفارقة الأخرى الوقف السني نزل بيان وحذف ورد قائق وبعد مضي 24 ساعة أثيرت خلالها ضجة كبيرة أصدر الوقف بياناً آخر قال فيه أن البيان قد حذف من إدارة فيسبوك لمخالفته المعايير ونسى الوقف السني بأن فيسبوك قد امتلأ بالبيانات والصور والعزاء والأشخاص طبيعيين ومؤسسات وأحزاب وقوى من دون أن يحذف أي بيان كان خلف عملية الحذف التي حصلت خليني أقولها بالعراقي واوي خاتل على صفحة هذا الواوي عينه على دول ما أدانت العملية الاغتيال المفارقة هو أن أغلب دول المنطقة ليش أغلبها فيما عدا ثلاث دول عربية أو أربع دول عربية اللي هي العراق واليمن ولبنان وسوريا لم يدن أي دولة أخرى هذا العمل مطلقاً فعملية حذف البيان ربما أقول لها علاقة المفارقة الأخيرة المقلقة بالنسبة لي هي موقع رئيس الوزراء على منصة X يا جماعة هذا الموقع طبعاً منصة X اللي هي تويتر هذا الموقع لم ينشر بيان الإدانة والاستنكار اللي أصدره رئيس الوزراء رغم أنه مواقعه بالفيسبوك وانستجرام ومنصاته الرسمية الأخرى قد نشرت البيان من دخلنا على الموقع در نريد نشوف البيان لقينا آخر نشر بهذا الموقع كان بيوم اثنياً تسعة اثنياً أيلول يعني تقريباً قبل شهر الغريب أنه بهذا التاريخ تقريباً وتحديداً بفجر يوم 3 أيلول تم إلقاء القبض على الشخص الثاني بشبكة محمد جوحي وأحد معاونيه هل أكو ربط لو أنا شوية دا أضرب بالخيال هل أكو ربط بأن اغتيال هذا الشخص اللي قال له هو لازم الحسابات وبأن اختفاء موقع رئيس الوزراء من تويتر على الرغم من مرور كل هذه الأحداث الجسام بالحقيقة أنا ما أعرف وما أقدر أقول إيه لو لا لكني أتساءل وأتمنى أن يكون المانع خيراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر